بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الشروط التي تتقدم الصلاة يعني هي ليست جزءا من الصلاة وإنما إذا فقدت توطل الصلاة وأما ما كان من الصلاة نفسها وإذا ترك أو فقد توطل الصلاة فهي أركان الصلاة هذا والفرق بين الشرط والرقم الشروط التي تتقدم الصلاة ويجب على المصل أن يأتي بها حيث لو ترك شيئا منها تكون صلاته باطلة هي العلم بدخول الوقت ويكفي غلبة الظن فمن تيقن كمن شهد الشمس قد غربت ودخل الليل أو شهدها أو رأى بداية أمر الزوال فمن تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة سواء كان ذلك بإخبار الثقة أو أذان المؤذن المؤتمن يعني إنسان ربما يكون بعيدا عن الشمس وعن قياس الظل حتى يحسب متى صار ظل الشيء مثله وكم كان ظل الزوال ونحو ذلك فأخبره الثقة بأن الشمس قد غربت أن الفجر قد طلع وهذا يفيد الظن الراجح إخبار الثقة أو أذان المؤذن المؤتمن أو الاجتهاد الشخصي أو أي سبب من الأسباب التي يحصل بها العلم كالحسابات فإننا وإن لم نكن قد كلفنا بالحسابات فإنه لا يمنع من العمل بها إذا أفادت غلبة الظن في مواقع الصلاة لأن الشرعة علق مواقع الصلاة على أشياء محسوسة من علم أنها تحصل بأي طريق كان صح ذلك بخلاف رؤية الهلال في الصوم والفطر والنسك والحج قد علق على رؤية الهلال وليس على وجود الهلال أما مواقع الصلاة فقد علقت على شروق الشمس وغروب الشمس على أن يصير على الزوال على أن يصير ظل الشيء مثله فمن علم ذلك بأي طريق أجزء العمل بالحسابات الفلكية في مواقع الصلاة لا بأس به وإن كانت أمتنا لا تحتاج إليه فمن لم يتعلم الحسابات ومن لم يكن عنده نتائج الحسابات فهو يستطيع بالأمور الظاهرة أن يعرف وقت الصلاة ما معنى أن الخلافة سائر في أن الشمس قد طلعت أو لم تطلع ما معنى أن الخلافة سائر في أن الفجر قد طلع أم لم يطلع هذا غير متصور أعني أن إما أن الفجر قد طلع وإما أن الفجر لم يطلع أو إن أما الشمس قد غربت أو الشمس لم تغرب وإن كان الإنسان مكلفا كما ذكر عن العلم بغلبة الظلم ومن عمل بغلبة الظلم فتبين خطأه حصل له غلبة الظلم فتبين خطأه واجب عليه أن يعمل بما وصل إليه علمه بعد تبين الخطأ بمعنى إذا تبين على وجه اليقين أن الرجل قد صلى قبل دخول الوقت فصلته باطلة بلا نزع الشك في دخول الوقت لا يبيح الصلاة وقال هنا العلم بدخول الوقت أن بعض المشايخ لما ظهرت مشكلة أذان الفجر أنه قبل الوقت قالوا حتى يتبين خلاف ما عليه النتائج فنستمر على النتائج بأي شيء في ذلك لمجلد الاحتمال أننا نستمر على ما عليه هذه الحسابات التي لا يعرف صدقها في الحقيقة فهي لا تفيد غلبة الظلم بل متابعة عن حسابات هيئة المساحة المصرية خصوصاً هيئة المساحة المصرية تحسب أذان الفجر على خلاف القواعد العلمية الفلكية المتفق عليها وهي تحسب زاوية الشمس تحت الأفق 19 درجة 10 درجة ونصف كما سبق شرق ذلك فإذا تبين أن هناك من يصلي قبل الوقت لم يجز أن يعتد بهذه الصلاة أما هو نفسه أثر غلبة الظن في حقه أنها تسكت عنه الإثن أنها تسكت عنه الإثن أما صحة الصلاة فلا يبقى بعد ذلك أن يقال إذا تبين له بعد مدة طويلة أنه كان يصلي صلاة باطلة فهل عليه أن يعيد أم لا ظاهر حديث المسيء صلاته أنه ليس عليه إعادة ما سبق إلا الصلاة التي ما زال وقتها باقيا ظاهر حديث المسيء صلاته إلا أن جمهور العلماء يقول عليه القضاء لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء صلاته بأن يعيد ما مضى من سنوات أو شهور وذلك لأنه يشق جدا حتى ولو كانت الصلاة باطلة فإنها قد مضى وقتها وهو يعني مأمور بأن يصحح صلاته فيما هو فيه ومأمور بأن يصلي الصلاة التي حضر وقتها وصلىها باطلة في وقته فعليه أن يعيد تلك الصلاة لو قلد أحد المشاكل لو صحب دور الباطلة لو قلد وتبين خطأ ذلك فهو الذي نقول الصلاة باطلة لأن دخول الوقت شرط والعلم بدخول الوقت شرط يعني كلاهما العلم بدخول الوقت ودخول الوقت نفسه يعني واحد حصله غلب الظن بدخول الوقت ثم تبين أنه على خلاف ذلك فعليه أن يعيد في الوقت طالما أنه تبين أنه قد صلى صلاة المطلة سواء كان باجتهاد أو كان بتقليد حساب هيئة المساحة في الفجر والعشاء أهون كثيرا العشاء أحسن وإن كان فيها خلل يسير لأنها محسوبة على الشفق الأبيض وليس على الشفق الأحمر وقد سبق أن بينا ذلك في الوقت الصلاة وبالنسبة لأذان المغرب خصوصا في فصل الصيف فهناك وكذلك بالنسبة لطلوع الشمس هناك فرق يسير هو ما بين نصف دقيقة إلى دقيقة ونصف أو دقيقتين إلا ثلثا يعني دقيقة أو تلتين دقيقة لسبب أن هذه الحسابات محسوبة مش في مصر مش هيئة المساحة المصرية فقط كل الحسابات بتحسب على مركز قلوس الشمس فلابد من تعديلها بإضافة هذه الدقيقة أو الدقيقة ونصف زيادة في المغرب ونقصان في الفجر في الشروق لا العيشة متأزم متأخرة العيشة متأخرة عن غياب الشفق الأحمر لأنها محب هو بالنسبة لحساب هيئة المساحة المصرية بتحسب زاوية الفجر على 19.5 تحت الأفق بتحسب زاوية العيشة على 17.5 تحت الأفق هذه الزاوية قريبة من الصواب هتفرق دقائق معدودة عن غياب الشفق الأبيض اللي هو بيغيب بعد الشفق الأحمر بينه وبينه ممكن دقائق أيضا هذا بالنظر هذا بالنظر نعم لكن هي بعد 18 درجة أو بعد 17.5 تحت الأفق لا يوجد شفق نهائيا يعني الشمس بتغرب يفضل حمرة هو الشفق الأحمر بعدها يفضل بياض هو الشفق الأبيض المفروض الصحيح أن الشفق هو أن المغرب غياب الشفق والشفق الأحمر الشفق الأبيض ده عند بعض أهل العلم عند الحنفية لكن الجمهور على غياب الشفق الأحمر فالمفروض أن الناس يصل للمغرب مبكرا عن الموجود في أذان العشاء يعني الناس اللي بيأخرهم أذان صلاة المغرب لحد أذان العشاء هم أنهم في خطر إضاءة الوقت بالنسبة لتوقيت أم القرى يعني ليس محسوبا بطريقة علمية بالمرة بالنسبة لأذان الفجر والعشاء بيتحسب ساعة و35 دقيقة من شروق الشمس قبل شروق الشمس في أذان الفجر ده قبل بعض التعديل قبل بعض التعديل عدله حوالي ثلاث دقائق وفي أذان العشاء بيحسب ساعة ونصف في كل شهور السنة عدى شهر رمضان فيؤذن بعد ساعتين يرجى تعديله قريبا بالنسبة لأذان الفجر في توقيت أم القرى بس هو المفروض أن يتحسب لأن أيام السنة متفوتة حد يبص في النتيجة كده حيبص يلاقي هؤلاء ناس يستغرى ويقول لك نحن نأذن قبل السعودية عادي ممكن يؤذن قبل السعودية والمغرب يكون في السعودية قبلنا لمدة طويلة أنت لو بسيط لأسوان وإسكندرية هتلاقي أن فجر الإسكندرية قبل فجر أسوان ومغرب أسوان قبل مغرب الإسكندرية بمدة طويلة بممكن نصف ساعة والفرق ما بين الشروق والفجر وبين العشاء والمغرب مختلف في هذا التوقيت كلما تطلع شمالا كلما الوقت ده يزيل جدا كلما تتجه شمالا في فترة الصيف كلما الوقت ده يزيل جدا يعني بيننا وبين تركيا الوقت ما بين الفجر والشروق ممكن يبقى ساعتين وشوية وما بين المغرب والعشاء يبقى ساعتين وشوية وكلما تطلع فوق شمالا كلما تزيد المدة ما بين الفجر والشروق وما بين المغرب والعشاء المهم أن العبرة عن الحسابات إذا المعروفة الموثوق بها يعمل بها في هذا المدرس نأكد في الصف خصوصا أن هناك فرق في أذن المغرب أن الناس تفطر وتؤذن على أذن النتيجة في كثير من الأحيان وبيبقى بالعين المجردة ومشاهد بوضوح أن الشمس لم تغرب بعد والذي يتابع مدفع الإفطار في رمضان وأذن الإذاعة المصرية يجدها بتتأخر على التوقيت النتيجة يوميا تقريبا من دقيقة أحيانا دقيقتين وهمفل الدقاء ولذلك بنؤكد أن محدش يفطر إلا بعد أذن بعد مدفع الإفطار بعد أذن الإذاعة لأنه الناس بتعتمد على النتيجة والساعات بتاعتها وزي قلت لكم هي محسوبة على مركز قرص الشمس اللي بيحسب بمين المغرب والعيشة ويترحم الشروع يبقى حسب الفجر على زاوية 17.5 وهي زاوية قريبة جدا من الصواب أو 17 يعني لو زود عليها بتاع دقيقتين أو ثلاثة في الشتاء ولو زب الكتير خمس دائم في الصيف حيبقى مجزئ هم مقذورين وصناتهم بطل هنعمل اللي بيصلوا بعد الأذان هو بأشرة وصناتهم بطلقاً لكن يلزمهم إيه؟ يلزمهم يأخروا شوية يلزمهم لا يستعجلوش بهذه الطريقة يلزمهم أنهم يحتاطوا ليدينهم وأن الناس بتقول لهم أن التوقيت ده غلط يروحوا جاين هيتخانوا معاو يضربوا يبقى ده هم مقصرين هو من أين إلا التقليد إحنا طلعنا لأينها كده هو ده عمره ما يكون حجة أنت أطلع شوفها وناس بتطلع تشوفها دائماً أنا راقبتها مرات في البر وفي البحر وأنا أجاز من التوقيت ده خاطئ تعالفك وكلفت بعض الإخوة في الصحراء بمتابعة طويلة المدى على مدى سنة تقريباً والإخوة رصد ورصدات متعددة بعضها وجدناها بعد الحساب حساب التوقيت والرجوع للمعادلات أن الفجر يطلع أقل حاجة 17 ونص 17 ونص وده متوافق مع المعلومات العلمية الفلكية المسجلة في المراجع العلمية الأوروبية والأمريكية أن عند 18 18 دي اللي محسوب عليها توقيت ربطة العالم الإسلامي اللي موجود في الساعات اللي هي ساعات الفجر وساعات اسمها إيه العصر اسمها كده دي محسوب على زوجة 18 هذا التوقيت المراجع العلمية الفلكية بتقول عند 18 درجة أو قبل 18 درجة نجزم بأنه ظلم دامس وبعدها بقد إيه متفاوت حسب غيوم السماء درجة الرطوبة معلومات لا يمكن ضبطها بالحساب لكن هي في النهاية هتفرق دقائق فعلى الأقل نصف درجة الأخوة اللي رصدهم في براني وفي السلوم كانت رصداتهم ما بين 17 ونص وبين 16 ونص ولذلك حساب الأسنى اللي هي أمريكا الشمالية اللي هي عملتها على الأول عملتها أول ما طلعت على 14 بعد كده عملتها على 15 درجة أعتقد أنه توقيت طويل عن الحقيقة في أبحث كتير جدا دلوقتي في هيئة من كبار العلماء تبع لجنة من هيئة كبار العلماء في السعودية عمل بحث لتعديل تقويم أم القرى عندنا في مصر اتعاملت لجنة لشكلها الشجاد الحق رحمه الله وطلعت نتائج وعرضت نتائجها والشيخ أوصى قبل أن يموت وهو على فراش الموت بتعديل توقيت الفج سكرتيره أحد المقرب منه الشيخ أحمد الخطيب كان رئيس تحرير مجالية الأزهر نقل لنا هذا الكلام مباشرة عن وصية الشيخ جاد الحق لما جه اللي بعديه على طول تنطوي ألغى هذا الأمر وشككت في نتائج اللجنة لكن هو كان فعلا هو اللي كان أفتع ورعا بأننا التوخد صحيح وشك اللجنة بناء على أزمة أثيرة في الثمانينات بسبب ما سجد التقو بالمكان الزاوية واحدة وزوقية الزاوية هو المختلف يعني الدرجة بتاعت الدرجة من 19.5 إلى 18.5 إلى 17.5 في سكندرية غيرها في أسوان غيرها في اسطنبول غيرها في استوكهلم استوكهلم دي ممكن تبقى ثلاث ساعات المسافة من اللي هي في الحقيقة من المغرب والعشر لما التمنتاشر درجة ثلاث ساعات يعني تبقى الدرجة بعشر دقايق وفي أسوان تبقى الدرجة بايه بتلت دقايق لأن دي عبارة عن انعكاس الأشعة أشعة الشمس على طبقات الجو العليا فبتفرق بسبب ميل الأرض بالنسبة لناحية الشمس فلنهار بيطول جدا فوق كل المنطلع فوق لأن الأرض بتبقى ميلة بهذه الطريقة ميلة ناحية الشمس تبقى عاملة كده وبالتالي بيطول النهار جدا يعني لو الشمس كده الأرض بتدور حوالي محورها بتبقى معتدلة في الاعتدالين وبتميل كده في الصيف وتميل كده في الشتاء فعلشان كده في الشتاء يكاد يكون دائرة القطب الشمالي أو هو القطب الشمالي نفسه لا يرى فيه ضوء ست شهور الشمس كلما تنزل قربة في الصيف كلما تتجه شمالا كلما النهار سيتطول وبالتالي كلما المدة ما بين الشروق والفجر ما بين المغرب والعيشة بالطول هذا الفرق في الموضوع المهم من المعلومات دي نحن أمة أمية مطلوب منهم مطلوب منهم منهم يطلعوا يشوفوا بعنيهم طيب هما متعودوش يتعودوا يطلعوا يشوفوا بعنيهم ما يحل يا إما نعمل توقيت احتياطي في هذا الباب الاحتياطي ده مش أقل من 18 درجة بحالم من الأحوال 18 درجة تحت الأفق الشمس تكون تحت الأفق 18 درجة ساعة الشروق دي زاوية صفر اللي هي ساعة شروق مركز قرص الشمس دي عند الأفق لما تيجي تبص كده بدي أول شواء بيطلع المفروض ده الزاوية دي صفر الشمس كات فين قابليها كالتحت مش كده كالتحت طلع الله طلع الشمس طلعت مش كده بتطلع وفي الغروب بتنزل إيه هي دي الزاوية لأن دي انعكاس أشاعة الشمس على طبقات الجولة في الاتنين في ظاهرة الشفق دي عشان الكرة الأرضية لها طبقات جو لها طبقات الهواء بتاعها مش راغ في جو في غبار فبينعكس على طبقات الجو ده في الهواء بتاعها أشاعة الشمس فالزاوية اللي تحت الأفق دي قبل الشروق بقد إيه هي الزاوية دي بتقل بتقل إنها زاوية سالبة فكل ما إيه ناقص تسعتاشر ونص لو قربت الشمس هتبقى إيه تمنتاشر ستاشر خمستاشر لغات ما عند الشروق تبقى كام سفر لازم الناس تحتطل عبادتها لازم العلم بدخول الوقت أو غلبة الظلم الشك في دخول الوقت ما ينفعش نجزم بإن هو لا يعرف هو مقلد مش معنده الشك هو مقلد والتقليد ولا يفيد علما لا 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 أبدا القضية بالنسبة له هو التقليد المحت والتقليد بإجماع العلماء ليس علما التوقيت الفن التوقيت الصلاة بعد وقتنا الحالي بتلتساع تلتساع تسعتاشر من وقت الأزان نعم عندنا بفضل الله بقول لكم المشكلة دي بدأت في مسج التقوى هنا لأن احنا كنا أزمنا في رمضان أزان تاني اللي بتاعنا هذا فحصلت أزمة مع الجهات المسؤولة وبعتوا فتوه مباشرة لشيخ أظهر في ذلك الوقت كان الشيخ جاد الحق فالشيخ أفتر أولا أن التوقيت بتاعنا صح وحنعمل لجنة عمل لجنة بعد خمس سنين طلعت النتيجة بعد خمس سنين طلعت النتيجة والباحث ده موجود ها والفتوى بتاعته الفتوى دي الشفاوية حدثني الشيخ أحمد طيبة حدثه الشيخ أحمد الخطيب رئيس олов حدثه الشيخ جاد الحق على فراش الموت علي الخطيب حدثه الشيخ جاد الحق على فراش الموت غيروا توقيت الفكر وصيتي غيروا توقيت الفكر أما أن النتيجة بتاعت الأبحاث موجودة موجودة الفلاحين قلنهم أخروا الإقامة لا أقل من تأخير الإقامة تلت ساعة ده أنا اللي برجحه عندنا عشان يبقى أحوط لكن أنا جازم بأن اللي بيصلي قبل تسع دقائق ونص عشر دقائق دلوقتي صراته بطل فصل الصيف وفي الشتاء اللي بيصلي قبل سبع دقائق ست دقائق ونص صراته بطل أنا جازم بذلك بالنسبة للمغرب في الصيف اجتهدوا في التأخير دي أو نص أو أزنهم على أزاعة الإسكندرية أزاعة الإسكندرية ما بيأزنوش إلا لما يشوف الشمس غاربات في الشتاء بتبقى نتيجة وجود الغيوم بتبقى مضبوطة هتفرق في الشتاء أقل من نصف دقيقة تصلي العيشة اللي عايزة يصلي المغرب في البيوت النساء في البيوت يصلوا المغرب قبل العيشة بربع ساعة ها النتيجة بتغير لا نتيجة دي مضبوعته لعمرها كده بقالها خمسين سنة ها أول سنة جديدة زم هي هتلاقي لو أنت عايز لو جبت السابة صغيرة للتواريخ كده مثل ما أغسطس 2014 خليها خليها 2013 هتلاقي نفس البتاع بالزبط يعني إذا جبت النتيجة الثانية فاتت 2014 يوم خمسة أقصص هتلاقي الموخيد دي هي بعينها هؤلاء حسابات حسابات الحلال رمضان موضوع اخرى خالص لا دي دي معادلات تانية ملهاج زوائي بقى دي زوائي تانية مسألة هلال رمضان له موضوع تاني خالص مشتبع الموضوع ده دي موضوع حسابات المعادلة اللي موجودة وبحث كبير جدا موجود في مجلة البحوث الإسلامية العدد الأول الصادر عن هيئة كبار العربية أبنانك عباس سعودية بحث ممتع جدا وهندسي دقيق جدا بمعادلات وشكل من أشكال المكابرة بتاعة المهندسين دي اللي مليانة خمسين بتاعة فيه تسعتاشر معامل بيتحط في المعادلة تسعتاشر حاجة متغيرة بالنسبة لخطوط الطول والعرض والمكان والزمان والبتاع غاية ما يطلع النتيجة ليه ما نعتمدش على سبدي في المرضى ليه ما نعتمدش على سبدي في المرضى عشان كده قلت في الأول الشرعة قال لنا حتى تزول الشمس إذا زالت الشمس بأي طريق علمته ذلك خلاص ما قال ليش حتى ترى ذلك بعينك بخلاف المرضى وقال لي سوموا إيه لرؤياتي وقفت لرؤيته فهينغم عليكم يعني كأن رسول الله بحط احتمال إنه يكون وراء السحاب ومع ذلك تعمل إيه تكمل عدة ثلاثي ما مش كده لكن هنت هنا الشمس وراء السحاب وانت متأكد أنها لست مغربتش بإيه بالحسابات مش كده فأنت تعمل إيه تستنى ساعات في الشيطة بتبقى الدنيا ضلمت من كتر السحب الغيوم لكن أنا ببقى متأكد أن الشمس مغربتش لما ينفعش أفطر ولا ينفع إيه ولا ينفع أصلاً الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر الشرط الثاني لقول الله تعالى يا أيها الذين أنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوا فالطهار ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير تهور ولا صدقة من غلول فواه الجماعة إلا البغرية الطهارة من الحدث الأصغر أكبر شرط مطلقاً مع العلم والجهل مع الذكر والنسيان مع الخطأ والقصد يعني واحد جاهل بأن يجب غسل العقبين فيه غسل الرجل واحد شايف أنه هو حطه مية على رجله ويروح جاي يعملها كده ولو حتها فضلت ما جلهاش مية هو شايف أن ينفهاش مشكلة لا هو ما يعرفش في واحد جاهل يظن أن ده جاء إزاي الشيعة واحد تاني أخطأ هو عارف أنها فرض وما خدش بعنو أنا ساعاتي يا أخي يقول لي أنت في حتة من رجلك ما تبليتش أعوم رايح وعيد الوضوء تاني ده معنى شرط مطلقاً تبقى الصلاة مطلة وكذلك مع النسيان واحد ناساً أنه هو ناسا يتوضى هو مش متعمد أنه هو دخل ناساً أنه كان انتقض هضوء وتأكد كده أن هضوء ما انتقضش وأنه ما توضش بعدها ده صلاة إيه صلاة بطلة إذا صلى بغير هضوء لا يقبل الله صلاةً بغير طهور واحد ما كانش يعرف أنه هو احتلم وقامه صلى وبعدين بص في الملابس لا إيه آثر المني وتأكد أنه هو ده إيه حلاص علاماته وأكيد بيخرج منه يبقى هو قد حصل له احتلام ناسيه فهذا نتيجة الخطأ وليس نتيجة العمد قد صلى صلاةً بغير طهور زي ما قلنا الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط مطلقاً مع العلم والجهل ونحن لم نكنش يعرف أن الوضوء لازم فيه يعني مثلاً وغسل العقبين واحد مع الذكر والنسيان كان ناسي أنه هو متوضعش مع الخطأ والعبد أو مع الخطأ والقصد هو ما كانش أصده أنه هو ما يغسلش الحتة دي من رجله فيعيد الصلع في جميع الأحوال لأن هذه الطهارة شرط مطلقاً نفس الكلام في حديث مسئي صلاتي الجمهور يقول ولو أدرك ذلك بعد الوقت يلزمه الإعادة حنقول في الرجع بقى الصلاتين المجموعتين يعني لو أدرك الضهر في الغاية المغرب وأنه كان غلطاً يعيد والوجه الثاني هو مطلقاً القول الإعادة في الموضوع الطهارة خياساً على النسيان في الصلاة نفسها وهذا أقرب عدل جهل يعني النسيان إذا كان نسى شيء نسى الطهارة فالنسيان قال من نمع صلاة الأول نسيها فليصليها إلى ذكرها فإذا نسي شيئاً من شروطها فليصليها إلى ذكرها وضع رجل فرما يبدو نوسل لحن الموضوع دا تكرمنا فيه في الوضوء يقولنا فيه إيه قلنا يجزئه لأن التدليق ليس فرضاً دا موضوع تاني مالك مالك هو الشرط التدليق صح أما طهارة البدن والثوب والمكان دا هو المجاعة والشرط الثالث طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة الحسية فيه فرق من الطهارة من الحدث أنت طاهر وليس عليك نجاسة بس خرج من كريح ما فيش نجاسة عليك بس انت وضوءك اللي انتقض طب هنا بقى البدن كان عليه نجاسة أو الثوب علينا نجاسة النعلة أو الثوب أو المكان اللي بيصلي فيه علينا نجاسة الولد كان عمل ايه؟ مول في المكان مثلاً البنت خذيها البنت أو الولد الكبير وكذلك من أصابت ثوبه نجاسة بسبب أي سبب من الأسباب الصحيح في هذا الباب أنها شرط مع العلم والقدرة وليست شرطاً مطلقاً كالطهارة من الحدث عشان كده هو بيقول متى قدر على ذلك فإن عجز عن إزالتها إن عجز عن إزالة النجاسة الحسية في البدن والثوب والمكان صلى معها ولا إعادة عليه أما طهارة البدن فليحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهه من البول فإن عامة عذاب القبر منه حسنه الضرق طني صحاها الشيخ الألم عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلاً مذاءاً فأمرت رجلاً يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك رواه البخاري وغيوه يغسل ذكرك قبل الوضوء يعني لأجل نجاسة المذي والملابس ينضحها لأنه نجس الخوف ففي تطهيره بالنضح كما سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت ما هو ماذا ينصبه نحن نحن نقول نشاط مع العلم والإيه قال الخضرة لو كان جاهل بوجود النجاسة أو ناسي بوجود النجاسة هو كان شافها الصبح وقال إيه طبعا حلم دلوقتي وبعدين إيه لما أصحب أغير ونسي وصلي الصحيح أن الصلاة هو صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحضة في عديث عيشة اغسلي عنك الدم وصلي يبقى لازم تغسل إيه الدم وأما طهرت الثوب فلقوله تعالى ذا كما طهرت البدن طهرت الثوب فلقوله تعالى وثيابك فطهر قال جبر بن سمرة قال صلاة رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فترسله صحيح صح روه ابن مجم قال فكذا من أقوى الأذلة على نجاسة المني اغسلي عنك الدم يا اغسلي عنك الدم نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله تشمل أي حاجة أسلقاتي فيه أهلي الأغلب العام منه سيأتي إيه قد يكون بس قال شيئا إلا أن ترى فيه شيئا يبقى أي شيء المزيل ينضح يجوز فيه النطح فلما قال إلا أن ترى فيه شيئا أي إن مما يصيب أثناء الجمع وعنه آوية قال قلت لأم حبيبة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى رواه أحمد وأصحاب السنم إلا الترميذي وهو عديث صحيح عن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم صلى فخلعنا عليه فخلع الناس نعالهم فلما انصر فقال لما خلعتم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلبن عليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما لأنه خفف في تطهير النعن بالدلك بالأرض طالما زالت النجاس زي ما خفف في تطهير المذي بالرش وخفف في تطهير بول الصبي الذي لم يأكل الطعام بالرش وخفف في تطهير المني على الراجح بنجاسته بأنه يفرق إذا كان يابيسا ويغسل أو يمسح بإذخرة أو خرقة إذا كان رطبا فكل ذلك نوع تطهير خفف فيه ولو باقي بعض الأثر حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعل فيه خفف رواه أحمد وعبو داود والحاكم وابن حبان وابن خزيم وصححه وفي الحديث دليل على أن المصلي إذا دخل في الصلاة وهو متلبس بنجاسة غير عالم بها أو ناسيا لها ثم علم بها أثناء الصلاة فإنه يجب عليه إزالتها ثم يستمر في صلاته ويبني على ما صلى ولا إعادة عليه ده عشان كده قلنا ده شرط مع العلم والإيه والقدرة بخلاف إذا تذكر في الرقعة التانية أنه مش متوضي ما ينفعش يروح يتوضى ويرجع يكمل الرقعة التانية حتى لو رضوء كان قدامه ومش حيروح وعلى حيمشي ولا حيستدبر القبلة لا وهنا دلوقتي أصابه افتكر أن في ثيابه نجاسة هي إلحة ما لم تنكشف العور يعني البنطلون هو لابس قميص والبنطلون في نجاسة يعمل إيه إيه لع البنطلون بس طرم القميص إيه ساتر العور هل تقول لست لازم في الجامعة ممكن في البيت يعني أنتم متصورين من المنظر الصعب اللي هو في المسل لكن مش لازم ممكن يكون واحد في البيت يبقى إيه ينزع زي ما يقول نزع النعج فخلص ما كذلك إذا كان على سين المثال وجد على ثوبه على قميصه نجاسة وهو لابس تحتي ما لابس شيئا يقلع اللي فيه النجاسة ويكمل ده دليل على أن هذا الجزء من الصراع وقع صحيحا خلاف اللي صلى الله عليه وسلم غير وضوء هذا الجزء وقع باطلا أما طهرة المكان الذي يصلي فيه فلحديث أبي رايرة قال قام أعرابي فبالغ المسلد فقم إليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريق على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما فإنما بعثت المعسلين ولم تبعث المعسلين رواه الجماعة إلا مسلمة قال الشوكاني بعد أن ناقش أدلة القائلين باشتراط طهارة الثوب إذا تقرر ما سقناه لك من الأدلة وما فيها فأعلم أنها لا تقصر أو لا تقصر عن إفادة وجوب تطهير الثياب فمن صلى عليه نجاسة كان تاركا لواجب وأما أن صلته باطلة كما هو شأن فقدان شرط الصحة فلاه هذا قول مالكية في هذا الباب إلا أن الصحيح أنه طالما كان قادرا على تطهير ثوبه فلم يفعل فهو لم يصلي كما أمر فنأمره أن يصلي كما أمر ولذلك نحن لا نقول أنه شرط مطلقا ولكنه شرط صحة مع العلم والقدرة فمن كان ناسياً أو جاهلاً أو عاجزاً فصلته صحيحة عشان هو كان ناسي الجزء اللي صلى وصوبه عليه نجاسة وهو كان ناسي الجزء اللي صلته صحيحة لو استمر بعد كده وسبها وهو عالم فسبت باطلة قال وفي الروضة النبية وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة البدن والثوب والمكان للصلاة وذهب جمع إلى أن ذلك شرط للصحة الصلاة وذهب آخرون إلى أنه سنة والحق الوجوب فمن صلى ملابساً لنجاسة عامداً فقد أخل بواجب وصبته صحيحة وهو عصر الروضة النبية بتاع الشوكين يا صديق حسن خان ما قاله من الشوكين نقل الصحيح أنه صلى عامداً عالماً قادراً صلته باطلة قلوا قولي هذا وأستغفوا شالك ماتโتجون من أنت وصفول بتطهير الثلاثة الأف ро�� وستغفوا horsepower اشتركوا في القناة